يوب تغسر مرتك يومنا نقطة عراس الجنين واتت هالمخلوقة لعندها بالضل أنه عندها لا تستوي خالص توجهنا للمخفر قمنا بشكوي عليها انتشر خبر على وسائل تواصل اجتماعي بمشكلة حصلت بمشفى سلقين المركزي وعائلة لأحد المراجعين في داخل المشفى بسبب وفاة طفلة والأهالي طبعا اتهموا المشفى أنهم المسببين لوفاة الطفلة طبعا نحن حاليا أمام منزل والد الطفل اللي توفت رح نتابع مع بعضنا تفاصيل الحلقة لنعرفة شو القصة نحن سمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة اللي صارت معكم ولكن نحن بدنا تحكي لنا حضرتك يعني كوالد الطفل اللي توفى بالتفاصيل أشو اللي صار أستاذنا كريم نحن نهار الخميس بالليل أخذتها على الدكتورة في سلقين عاينتها وبالمعاينة الجنين طيب ووضعه جيد يعني قاتلها أنت يعني ولادي بس هذا الكلام بالمشفى ولا عن دكتورة خاصة؟ عن دكتورة خاصة نعم قاتلها أنه بجوز بنص الليل بجوز تاني يوم أنت ولادي أنا تاني يوم أنهار السبت أخذتها على مشفى المركزة في سلقين أخذتها وتعاينت من قبل ممرضة يعني وقاتلها أنت ولادي وهون الجنين كان طيب قاتلها أنت تحولها على الجنوح صارت المخلوقة أنه صارت تتوجع صارت عم يجيها مغصن أنه المخلوقة أنه هي لازم أنه ولداني من أسبوع فسني قلالها كل ما أنا أجلنها أنه أشو قل بالك بتول الطبيعي قامت نسعت علي مرتي قالت لي خذني على مشفى توني طلبت أنه تطلع منها المشفى هاي قلت لها أشو ليش قال ما حد اهتم بي وما حد عم يطلع علي أنه أنا من الصبح لحد دي لون بس فتحوا لي قسطرة ما حد طلع علي ردني صاح لها صاح لها لما شافوها بدأ تروح فصاحوا لها صاحوا لها نعم فرجعوا هالمشفى أنه ما بيهتم بالمريض بالمريض اللي عنده أنه فاتتها المخلوقة لعندها بالضل أنه عندها لا تستوي خالص صارت عم تطلب قيصرية ايه ايه ولكن هنو ولدوها طبيعي طبيعي فاتت القابلي غلطة وصارت تولدها طبيعي وقت رأس الجنين طلع صار طلبت أنه معاي قابلي توني واجهت القابلي توني كمان تحاولت هون صار في يعني حوالي نص ساعة هنو نعم يحاولوني ما صاروا دل الأمر قلنا لازم هاي أنه طولت قيصرية ما شعروا الكون قالوا أنه طولت طبيعي أنه أفضل إلها أنه عرفة أنه الجنين البطن أمه حجمه كبير أنه صعب عليها تولده اجت الدكتورة همسة كماني نزلت عليها متوترة وركض يعني الكل قالت لي يا بتخصر مرتك الحرمي صار عليها خطر يا بتخصر مرتك يا من انقطع روز الجنين من التفاجأ سبحان الله أنه الولد ميت وتاني يوم بالولادي بينقص راس الطفلي تمام لحنا هون كعيلي وكقرابين وكضجة صار انضجاج قوي ويعني ما وقع نحسين نسيطر على الأمور قلنا يا أخي بي قضاء وبي شرع هو اللي بي أخي حقنا اجي بعدين الدكتور الداخلة مشان يشوفها اجي قال أنت الأفضل لازم ولداني قيصرية ما لك ولداني طبيعي لأنه حجم الجنين البطني كان كتير كبير يعني عم تاخده جرع أنسلين الجنين هيك إنه بيكبر ويصحها بداخل بطنيك هذا الكلام من طبيب الداخلية طب أنت بتعرفي وزن الطفل بعد يعني زنتوه ولا بتعرفي وزنه الحقيقي بعد ما طلعت المريضة الممرضة طلعت شايلتنا الولد الطفلي قصدي رابطتها مدري مدري كم عقدي قال لحد يلقها اللقوا أعطوها لأبوها مشان يروح دغري يدفنها ما حد يفكها توجهنا للمخفر قمنا بشكوي عليها ولبي المخفر النداء مباشر نتوجه إلى المشفى ندعي الدكتورة والمدير والقابلات بكل احترام ولا سؤالهم بأي كلمة كانت أنتو رحتوا على المشفى؟ نحنا جمعنا عند المشفى نحنا كأشخاص كقرائبين عائلة أخوية وضعها خطر زوجته ضلت في المشفى؟ ضلت في المشفى بعد ما شتكنا ويك ضلت في المشفى بس وضعها خطر بحاجة إلى دم وضعها خطر ارتفع السكر معها وضعها سيئ كتير يعني أنت اليوم بعد ما طلعت تقرير الطبيب الشرعي أنت بتعرف وزن بنتك ستة كيلو مكتوب في التقرير أربعة كيلو مكتوب في التقرير الطبي وزن الطفلة أربعة كيلو وما في خطأ طبي بالنسبة للطفلة صح؟ نعم والدكتورة همسة بمشفى المركزة في سلقين حطين وزنها ستة كيلو وشوي يعني وقت نسانوها وعطوها سلمونا الجسي الوزن ستة كيلو وشوي بعد ما سمعتوا معنا كلام أهالي الطفلة اللي توفت في داخل مشفى سلقين المركزي وصلنا إلى أمام مشفى سلقين المركزي حتى نلطقي مع إدارة المشفى ونشوف وجهة نظرهم حول هذا الموضوع تابعونا طبعا وصلنا معكم إلى مشفى سلقين المركزي معنا دكتور محمد رغب محمود مدير مشفى سلقين المركزي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بداية مرحب فيك دكتور ضمن حلقتنا في برنامج عشر القصة أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم طبعا انتشر خبر على وسائل تواصل اجتماعي بوفاة طفلة في داخل مشفى سلقين نحن التقينا مع أهالي الطفلة وخبرونا أنه سبب الوفاة هو تقصير من كادر مشفى سلقين فيا ترى شو سبب الوفاة بداية نترحم على روح الجنين اللي توفى والله يتقبله ويجعله وشف عقل أهله آمين يا رب الشي اللي صار هو يوم السبت الساعة عشر صباحا راجعت حامل عمره 23 سنة تقريبا مصابة بالداء السكري نمط أول العيادة النسائية في المشفى شافوا الكادر الطبي في المشفى عملوا لها إجراءات إيكو وقالوا لأنه أنت بحاجة لقبول في القسم لأنه أنت مريضة سكرية وتعتبر يحمل عالي الخطورة وطبعا يعني هي تقريبا كانت فيه عالي الخطورة بالنسبة للجنين عالي الخطورة بالنسبة للأم وللجنين للأثنين حامل عالي الخطورة هو بالدرجة الرئيسية للجنين بيكون بالدرجة الرئيسية فتم إجراءات لقبول الحامل في قسم النسائية لدينا الحامل طلعت على القسم بعدما شافت أن الأمور راح تنقبل في القسم وهي كانت ما أنا محضرة حالة لأبضل في القسم من الولاد يعني فطلبت من الكادر أن تروح على البيت تجيب أغراض شخصية وما شبه وتاخد أبرة أنسولين عندها موجودة في البيت وترجع بعدين مشان تعمل قبول هذا الكلام في يوم السبت يوم السبت يوم السبت تقريبا ساعة عشر إلى عشر يعني بحوالي الساعة إلى عشر تقريبا تمام طبعا الحامل اللي راحت على البيت ورجعت لعنا يعني بعد وقت طويل يعني رجعت تقريبا حوالي الساعة ثلاثة إلى ربع فور وصولها على القسم تم إجراءات القبول بالنسبة للأعلى يعني عمل أدوار والأمور وتم الكشف السريري عليها من قبل الطبيب المناوبة وتبين بالكشف أنه الجنين متوفي أنه الجنين متوفي هذا بعد ما طلعت هين بالمشفى ورجعت بعد ما طلعت في هالفترة هاي الكلام اللي سمعنا أنه هي دخلت على المشفى حوالي الساعة عشر ووقيت لها الساعة ستة بدون أي إجراءات لا 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 هي تخرجت بدعوة أنه راح تجيب ورات شخصية وتأخذ أبرت الأنسوليين وحسب رواية الزوج كماني أنه أنا حكالي أنه حاولي أخذها مشفى تاني بسطت معه السيارة ورجعت على المشفى لأنه غابت أكثر من بضع ساعات تم إجراء القبول لأله وضع في القسم طبعا الطبيبة شرحت لأخت الحامل أنه الجنين متوفي الله يعودكم بالأحسن راح تضلي حتى إذا تطور عندك مخاض كونك سكرية تتولدي مباشرة ما يصير فيه إشكاليات عندك بس تخرجت من المشفى طبعا هون ضلت مراقبة للساعة ستة طبعا الساعة ستة تخرجت الحامل على مسؤوليته كمان مرة تانية بطلب من زوج؟ على مسؤوليته بطلب من الزوج أو هي على حاله قررت المهم على مسؤولية الأهل وقعت وتخرجت على مسؤوليته الساعة ستة مساء طب حكم فينا نوقف هون عندي جزئية بما أنه توفى الطفل وكان فيه واجب العملية بشكل مباشر هل تم إتقاذ الإجراءات بشكل مباشر هل انتظرت الأم لفترة طويلة بعدها طلعت من المشفى؟ لا لا ما تم الانتظار ما في هالوقت أول فترة أجد فيها حتى ما سمحتهم يعملون لورقة كبول في القسم بعدما رجعت مرة ثانية وتم تكشف أنه الولد متوفى هل كان في فترة بعدما طلعت أو مباشرة بعدما عرفت أن الولد متوفى خرجت من المشفى؟ لا ظلت مراقبة للساعة ستة مساء هي تقريبا نجد ساعة 2.5 طلعت على البيت الساعة ستة يعني ظلت شيء ثلاث ساعة ثلاث ساعة ونص مراقبة في المشفى فما تطور عندها مخاض وتخرجت على مسؤوليتها يوم السبت رجعت على المشفى ثاني يوم الساعة 10 يعني بتاريخ يوم الأحد تسعة وعشرين عشرة رجعت على قسم النسائية أضبارتها موجودة طبعا شافت الطبيبة المناوبة في اليوم الثاني بتعرف أنه الجنين متوفى لأنه قبل بيوم هي في إلا أضباره ومكتوب في أنه الجنين متوفى طبعا تغيرت الطبيبة صح؟ طبعا صح كان صح في تغيير الطبيبة المناوبة أيوة بيوم الأحد الطبيبة المناوبة تصورت الأم الحامل مرة ثانية فتبين عندها أنه في عندها سائل أمينوسي غزية بالبطن وطبعا المريضة السكرية بيكون في عندها جنينية شوي كبير فطلبت الطبيبة هون صورة إيكو دوبدر عن طبيب أشعة إيكو بطن عن طبيب أشعة لحتى تشوف سبب هالغزارة وتشوف إذا فيه تشوهات جنينية قاتلة أدت إلى وفاة الجنين يعني حتى تدرس الحالة يعني وديرها بعدين المريضة تحولت على مشفى عام آخر في المنطقة راحت عملت صورة الإيكو عن طبيب أشعة ورجعت بنتيجة الإيكو أنه بأكد نفس المعلومات أنه السائل غزير وأنه الجنين متوفي في الأم طب بما أنه الطفل هو متوفي الجنين متوفي أشو الداعي من أنه أول أشو الإجراء المتخذة حتى تطلع الأم على غير مشفى وتصور صورة أشعة بما أنه الطفل توفى الداعي هو حتى الدكتورة يعني تدرس الحالة أنه فيه سبب مثلا تشوهات جنينية أدت إلى وفاة الطفل طبعا هذا الصورة الإثبات التشوهات وتتم عن طريق طبيب الأشعة طبيب الأشعة ما فيهم بالمشفى فتحولت على مشفى آخر ويكون فيه طبيب أشعة حتى يعطينا تقرير شعائي مفصل بحالة الجنينة طب حكيم نحن من خلال مقابلتنا مع والد الطفل اللي توفيت ذكرنا أنه مباشرة لما أحضر زوجته إلى المشفى بلغكم أنه الزوجة بحاجة لعملية قيصرية بشكل مستعجل بسبب حجم الولد الجنين الكبير وأيضا أنه الزوجة هي مع مرض سكري الزوجة الولادة أنا شفته يوم الأحد الصباح في بداية الدوام تقريبا بعد العاشرة صباحا بعد ما وصلوا مرة ثانية من المنزل طبعا فكان عبي بيأكد عن موضوع أنه نعملها قيصرية فأنا قلت له هم كان الولد متوفي كان الولد الجنين متوفي طبعا أبل بيوم كان متوفي مبدئيا قبل يوم ممكن يكون بصراحة يعني في شوية لأنه الطبيبة اللي شافته أبل بيوم الأم الحامل قالت لها أنا إلي ثلاثة أيام ما أحس بي حركة الجنين إلي ثلاثة أيام ما أحس بي حركة الجنين فوقت اللي شفته لزوجة أنا قلت له أنه زوجتك يعني هي ولود بالأصل يعني عندها ثوابق ثلاثة ولادات طبيعية سابقة وهي مريضة سكرية فموضوع الوزن الجنين ما هو استطباب قطعي لإجراء عملية قيصرية وخاصة أنه الجنين متوفي والعملية القيصرية للمريضة السكر تحمل مخاطر طبية عالية نتيجة بتظل اسمها عمل جراحي يعني فخليها بتظل مراقبة وبس تطور عندها مخاض بتولد بالطريق الطبيعي أفضل يعني وأسلم لعلها طيب بما أنه الطفل حجمه كبير هل يصح ولادته بشكل طبيعي ممكن يولد الطفل بهيك وضع؟ ممكن يولد الطفل بهيك وضع ممكن يولد بأوزان شوي كبيرة كمان خاصة إذا المرأة عند سوابق ولادات طبيعية يعني الرحم بيكون إلى حد ما يعني بيتقبل ولادة طبيعية طيب حكيم بعد ما تم تحويل الأم لطبيب الأشعة وتم تصويرها ورجعت على مشفى سلقين كيف تمت الولادة؟ بعد ما رجعت مصورة تقريبا بعد العصر وتطور عند المريضة مخاض مخاض طبيعي تمهيدا لنزول الجنين أثناء تطور المخاض في مرحلة مراحل المخاض صار في عند المريضة انفكاك في المشيمة انفكاك في المشيمة يعني أنه الجزء اللي بيغزي الجنين انسلخ عند باطن الرحم وهاي بصراحة حالة طبية اسعافية بتطلب التداخل السريع بعد ما صار في تعصر بالولادة بنتيجة اختلاط طبي توليدي ممكن يصير مع أجنة بأحجام أصغر من هيك وليس الموضوع متعلق بحجم الجنين حتى نفصل الأمور ما يكون في اختلاط وأن وزن الجنين الزائد هو اللي أدى له المشكلة لا فهذا الاختلاط التوليدي اسمه تعضل بالكتفين ممكن يصير عند أجنة بأحجام وأوزان أصغر من هيك يعني فموضوع ما في ربط طبي بين حجم الجنين وبين العصرة الولادة اللي صارت حكيم هل تم تبليغ الأب أو الوالد قبل اتخاذ الإجراءات؟ ايه الوالد أول بأول كل إجراء طبي يصير يتم إبلاغه وإثبات إبلاغه على أضبارة القبول لداء زوجته تمام بالبصمة طبعا كمعا تم استخراج الطفل؟ تم استخراج الطفل طبعا على مرحلتين يعني الرأس انفصل عن الجسم نتيجة الإجراءات التوليدية وبعدين قامت الطبيبة بإجراءات توليدية إضافية حتى تستخرج جسم الجنين من الرحم وتمت الولادة بنجاح واستخراج المشيمة اللي كانت مفكة واستقرت وضع الولادة بعدها وكانت بحالة صحية جيدة وضلت عنها قبول مراقبة في القسم لحين استشفاء بشكل جيد وتخريجه تم تسليم؟ تم تسليم الجسد الجنين المتوفي والله المستعان لزوج حتى يتم إجراءاته الشرعية ودفنوها الإجراءات فيه تمام نحن سمعنا أنه الشرطة حضرت إلى المشفى وأوقفت بعض الأطباء بعد ادعاء أهل الطفلة فكيف تم التعامل من قبل الشرطة باتجاهكم؟ بصراحة نحن تفاجأنا في الموضوع لأنه أنا كنت قاعد مع زوج الولادة قبل ما تجي الشرطة وتعتقيل الطبيبة من مكان عملها يعني ما كان فيه ما زكر الزوج نهائيا أنه أنا عملت إدعاء أو كذا وإنما عبارة عن بيسأل عبيستفسير عن صحة زوجته أنه هيك صار وكذا ونحن نرد أنا والطبيبة المناوبة اللي ولدت اللي زوجته كنا عاديم مع أبلغرفي هون عم نشرح للأمور الساعة تسعة الـ 8 ونص تسعة الـ 4 مساءً مساءً فبتفاجأ بعد ما شرحت له هالحكي وهو زلم يحمل حاله وطلع محتسب يعني إلي أمر الله وأنا تغادرت المشفى ورحت ما وصلت لسه على البيت يعني خلال ما فيه أقل من سبع دقائق تم إبلاغي أنه في دورية من الشرطة وصلت للمشفى وتم اعتقال الطبيبة واقتيادة للمخفر فأنا هون الحقت بالطبيبة على المخفر هذا اللي صار الطبيبة فقط لحالة ولا أخذ أكتر؟ مبدئياً الطبيبة لأنه الادعاء كان على الطبيبة فيما بعد تم استجواب القابلتين اللي كانوا مع أثناء الولادة تمام حالياً القضية وين وصلت؟ طبعاً الموضوع أنا بشكر الجهات المعنية على متابعتها للأمر اليوم كان الدكتور وزير الصحة كان عندنا زيارة في المشفى وعمل اجتماع مطول موسع مع طباء المشفى ومع كادر المشفى تم شرح ظروف وملابسات الحادثة اللي صارت بالتفصيل من الأول إلى الأخير والرجل وعد بمتابعة الأمر عند الجهات المختصة مرحلة مرحلة بكل تشعباته وتفاصيله نحن نسمى كثير كثير زيارة الدكتور وزير الصحة على المشفى وإن شاء الله تعالى نحن على تعاون وشفافية تامة بأي إجراء أو مشكلة ممكن تصير أو أي أمر طارق ممكن يصير نحن جاهزين فيه والأخوة في الوزارة الصحة أن أخوتنا كمان ما رح يأصروا في الموضوع الله تعافي وشكراً لك يا رب مشكورين أهلا وسهلا فيك نتابعوا حلقتنا وإياكم حيث وصلنا إلى قيادة شرطة حارم حيث نتقي مع الرائد بلال الأسود قائد شرطة حارم للوقوف على حيثيات المشكلة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية ما رح فيك طمع حلقتنا في برنامج عشر القصة يا خاي حياكم الله أخي طبعاً نحن وصلتنا معلومات بقيام دورية شرطة باقتحام مشفى سنقين المركزي واعتقال عدد من الكوادر الطبية في البداية على أي أساس تم توجهكم للمشفى؟ بداية ادعى إلينا أحد الأشخاص بوفاة طفلته أثناء الولادة وتم تسليمه الطفل مقطوعة الرأس وبنفس الوقت وردتنا معلومات باحتقان شديد ضمن عائلة المدعي واستنفار فكان الواجب علينا اتخاذ الإجراء السريع والتوجه إلى المشفى للاطلاع على حيثيات القضية ومنع أي اعتداء على المشفى وحماية الكادر الطبي طبعاً نحن لو نقف على جزئية مهمة موضوع دخلكم على المشفى واعتقال الطبيب والكادر الطبي كيف حصل ذلك؟ هو لم يكن اعتقال بما أن المشكلة حساسة جداً كانت فتوجهت أنا كقائد شرطة مع دورية ودخلنا إلى كاريدور المشفى ولم ندخل إلى أي غرفة من غرف المشفى طلبنا المدير بداية لم يكن موجود المدير فطلبنا الطبيبة التي قامت بالعملية فجاء الطبيبة طلبنا منها أن تأتي معنا إلى المغفر لتدوين إفادتها فقط وليس اعتقال وبالفعل قامت بالذهاب معنا بكل أريحية وبكل احترام بسيارتي إلى المغفر لتدوين إفادتها طيب ليش ما كان أخذ الإفادة في داخل المشفى؟ إفادة الطبيبة؟ الوضع كان حساس ويجب أن نأخذ الإجراءات ضمن المغفر بما أن الموضوع طبي والحادث حصل في داخل مشفى سلقين لماذا لم يحصل تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة في لحظة وقوع الحادثة؟ تم إبلاغ السيد وزير الداخلية والسيد النائب العام والسيد وزير الداخلية بدوره قام بإبلاغ وزارة الصحة ولكن نحن كان علينا اتخاذ الإجراء السريع لمنع وقوع أي مشكلة بناء على المعطيات الموجودة لدينا كان الموضوع على اطلاع في وزارة الصحة في الموضوع؟ طبعا السيد وزير الداخلية مباشر أبلغ وزارة الصحة بهذا الأمر تمام طيب بعد أخذ إفادة الطبيبة قمت باستدعاء الكادر الطبي كان موجود مع الطبيبة في غرفة العمليات فشو سبب هذا الاستدعاء؟ بعد تدوين إفادة الطبيبة تم العرض على النائب العام وقرر النائب العام استدعاء الكادر الطبي الموجود مع الطبيبة لتدوين إفادتهن لتثبيت الواقع كما حصلت ومع العلم أنه طلبنا من الطبيب مدير المشفى بأن يأتي بهن إلى المغفر لتدوين إفادتهن وبالفعل جاء بهن بسيارته الخاصة إلى المغفر وتم تدوين إفادتهن بدون تدخل الشرطة يعني في استدعاء الكادر؟ بدون تدخل الشرطة طبعا المدير المشفى هو من جلبهن وأعادهن إلى المشفى إلى عملهن وأفيدكم أنه لم يتم توقيف الطبيبة بل تم استدعائها وتثبيت إفادتها ولم يستغرق الوقت أكثر من ساعتين وعادت إلى عملها تمام إن شاء الله الله أتك العافية وشكرا إليك للقائك معنا ضمن حلقتنا الله يعافيك هذا واجبنا ونحن واجبنا طبعا نمنع المشكلة ونأخذ الإجراءات السريعة لمنع أي مشكلة أو أي جريمة قبل حدوثها وواجبنا أيضا حماية كافة المنشآت الموجودة بالمنطقة من مشافي أو غير مشافي أو كوادر طبية أو أي كوادر أخرى الله تقول عافية الله يعافيك نتابع حلقتنا وإياكم حيث وصلنا إلى وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ طبعا نلتقي مع الأستاذ شادي الحسين مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله بداية من رحل فيك أستاذ ضمن حلقتنا في برنامج أشلق الصيخة حليكم الله أستاذ طبعا بعد وفاة الطفل في مشفى سلقين المركزي أوقفت الشرطة عدد من كادر الطبي في المشفى كيف حصل ذلك وأين هو دوركم؟ نعم بداية ننوه أن العمل بين الوزارات هو عمل منسق ومتكامل فيما يخص هذه الحادثة تم تواصل معنا من قبل إدارة المستشفى الساعة العاشرة والنصف ليلا وبدورنا لإبلاغنا عن الحادثة وبدورنا تواصلنا مع وزارة الداخلية تمام أستاذ ضعيب يعني بعد ما سمعت أنتو الخبر توقيف الكادر الطبي فكيف تصرفت وإشوال إجراءات التي اتخذتوها؟ تم التواصل مع الجهات المختصة لإخلاء سبيل الدكتورة ويعادتها إلى عملها مع الكادر الطبي بشكل كامل؟ نعم وتم التوجيه لمدرية الطبيب الشرعي لدينا في الوزارة لتشكيل لجنة الطبية مباشرة للوقوف على الحدث طيب اليوم يعني القضية كبرت شوي وصار فيها يعني تشعوبات فأين وسطت القضية؟ تم التواصل مع الجهات المختصة لإخلاء سبيل الدكتورة مباشرة وتم التوجيه لمدرية الطباب الشرعية لإجراء لجنة طبية تكشف عن الحدث أو الخطأ الذي تم الإبلاغ به وقام السيد وزير صحة مع كادر من الوزارة بزيارة المشفى والجلوس مع الكادر والاستماع إليهم بتفاصيل المشكل التي حدثت معهم طيب اليوم نحن القضية صار في إلهاة شعوبات كثير ونحن اسمعنا كثير أقوال تقرير الطباب الشرعية إيش هو بيقول؟ تقرير الطباب الشرعية أكد وفاة الجنين قبل الولادة وهذا مؤكد بتقرير طبي موجود في المشفى ومع طبيب خارج المشفى يعني فينا نقول أن اليوم الطبيبة هي غير مدانة في هذه القضية؟ بداية وفق التقرير الأول الذي كان من الطباب الشرعية هي غير مدانة وهو اختلاط وارد حدث طب اليوم يعني حاليا القضية إلى أين وصلت؟ بناء على الشكوى التي قدمها وارد الطفلي يتم متابعة الأمر قضاء أصولا يعني حاليا القضية هي كلة وحاليا القضاء نعم طب اليوم بحال حصل يعني فعلا خطأ طبي من أحد الكوادر الطبية ما هو الإجراء الصحيح المتخذ من قبل وزارة الصحة؟ ممكن مراجعة دائرة شئون القانونية في وزارة الصحة وبدورنا طلب الأضبار من المستشفى أو ممكن وبعدها تشكيل لجنة طبية من المدارية الطباب الشرعية مباشرة في أمثلة في حالات ممكن عم تصير وعم يتم اتخاذ إجراءات فيها؟ نعم بشكل يومي بشكل يومي لدينا الشكاوى منها ما يرد ومنها ما يحول إلى المدارية الطباب الشرعية لتشكيل لجنة خبراء الله أتك العافية أستاذ وشكرا لك للقائك معنا ضمن حلقتنا حياكم الله طبعا لهم وصلنا لنهاية حلقتنا تابعتوا معنا القضية من بدايتها حتى النهاية شفتوا معنا كلام الأهالي ورد المشفى حول موضوع وفاة الطفلة أيضا سمعتوا معنا كلام وزارة الصحة حول هذا الموضوع إن شاء الله كل الحلقة وصلت لمبتغاها وعرفنا من خلال أشو القصة نلقاكم قريبا في حلقة جديدة من برنامجكم أشو القصة يا قاي انتظرونا اشتركوا في القناة